تقدم لكم اوديو تاب ملخص كتاب 12 قاعدة للحياة لجوردان بي بيترسون مقدمة ألن يكون من الرائع لو أن أحدا يشرح لنا وبوضوح ما هي قواعد الحياة ألن يكسبنا هذا الكثير من الوقت والجهد في العمل على اكتشافها حسنا جوردان بيترسون يعتقد أن كتيبا أو دليلا بسيطا لقواعد الحياة موجود بالفعل ويحتوي على 12 قاعدة فقط لأنه هو من قام بكتابته في هذا الملخص سنأخذ نظرة على قواعد بيترسون لعيش حياة أفضل وسوف تتعلم عبر الدروس التي في الملخص بعض الحقائق غير المتوقعة مثل ماذا يعلمك جراد البحر عن الثقة بالنفس ما علاقة الأزهار بإيجاد معنى للحياة ماذا يمكن للوح التزلج أن يخبرنا عن الطبيعة البشرية الفصل الأول الوصول إلى قمة التسلسل الهرمي في عشرينيات القرن الماضي لحظ عالم الحيوانات النرويجي شورليف إيبا الذي كان يدرس تصرف الدجاج وجود تسلسل هرمي واضح فعندما يحين وقت الطعام لحظ أن الدجاج الأصح والأقوى يأكل أولا ويجبر تلك المريضة أو الضعيفة على الانتظار وهذا يؤكد أن الدجاج القوي يحمي مصلحته هذا ينطبق على أنواع أخرى من الحيوانات جراد البحر مثلا يقوم بنفس السلوك سواء في البرية أو ذلك الذي في الأسر وهذا يثبت أن الشعور بالتسلسل الهرمي أمر فطري وليس سلوكا مكتسبا وقد لاحظ العلماء أن جراد البحر يخوض معارك قاسية من أجل أفضل أماكن المأوى وهذا في الواقع يغير بيولوجيتهم الفائزون عادة تزيد عندهم نسبة السيروتونون أكتابامين بينما يقل عند المنهزمين إذن فميزة الهرمونات هذه تجعل الفائزين يظلون أقوى وأكثر صحة بالإضافة إلى وضعية جسم أكثر ثقة بينما يصبح نظراؤهم المنهزمون أكثر خجلا وخوفا قد تكون لاحظت أن هذا السلوك يقوم به البشر كذلك فالأشخاص الذين يفوزون كثيرا يصبحون أكثر جراء بسبب تسلسل انتصاراتهم وهذا يدفعهم لخوض تحديات جديدة بثقة في الواقع غالبا ما تكون هذه الثقة هي التي تمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح وبالمثل أولئك الذين يقعون في قبضة الاكتئاب أو يشعرون أن حياتهم لا تسير في صالحهم يصبح هؤلاء أكثر نفورا من المخاطرة ويميلون إلى التعامل مع كل موقف كما لو أنهم كانوا يعرفون أنهم سيفشلون بالفعل ويصبح هذا بمثابة نبوءة ذاتية التحقق وهذا يعزز بدوره نظرتهم السوداوية للعالم فإذا كنت تحاول المضي قدما في الحياة أو تحاول كسر دائرة سامة فأفضل نصيحة يمكننا أن نقدمها لك هي فكر مثل جراد البحر بتلك الوضعية الواثقة لتخبر الناس بأنك واثق في نفسك وناجح واستمر بالتظاهر بذلك حتى تصبح في الآخير طبيعة فيك الفصل الثاني أحب نفسك كما تحب الآخرين تبدو هذه المقولة وكأنها مقلوبة أليس كذلك؟ أليس من المفترض أن يقال أحب للغير ما تحبه لنفسك أو أحب الغير كما تحب نفسك حسنا كان هذا مقصودا فنحن غالبا ما نكون أكثر رعاية للآخرين مما نكون مع أنفسنا وذلك لأننا ندرك في الغالب عيوبنا وهذا الإدراك غالبا ما يدفعنا إلى كراهية الذات نعتقد أننا أقل شأنا حين ننظر في كل الأسباب وبعد ذلك نصل إلى الاعتقاد بأننا لا نستحق رعاية الذات أو اللطف معها وأننا لا نستحق حتى الشعور بالإيجابية فنميل عندها على تركيز كل طاقتنا الإيجابية على من نحبهم ونهمل أنفسنا ونهمل أن نعاملها بنفس اللطف تعترف الفلسفة الشرقية بهذه الأنماط السامة من خلال تعاليمها ازدواجية الطبيعة يمثل رمز يين يانج الجانب المظلم والجانب المشرق وكل جانب يحتوي على الأقل على تلميح للآخر ولا يمكن لأي منهما أن يوجد بدون الآخر تفترض الفلسفة الشرقية أيضا أنه لا يمكن تحقيق الإنسجام إلا من خلال احتضان كلا الجانبين والسعي إلى توازن صحي بينهما يمكن تحقيق هذا التوازن عن طريق تجنب الإفراط ويتضح هذا من خلال النظر إلى مثال أحد الوالدين وإبنه لنفترض أن الوالد يريد الأفضل فقط لأطفاله وهو يحاول بجهد منعهم من تجربة أي شيء سيء ومع ذلك إذا ذهبوا بعيدا في حماية طفلهم وبالتالي منعهم من التعرف على العالم واستكشاف تجارب جديدة فسيندفعون نحو النقيض فبدلا من حمايتهم من التأثيرات السلبية سيشعر طفلهم ببساطة بالاختناق وقد يتمرد بطرق متطرفة لاستعادة الشعور بالحرية وكل النقضين ليس أمرا جيدا حتى تسعى لتحقيق التوازن في حياتك تذكر أن لا تذهب بعيدا نحو الجانب المظلم أو أن تذهب بعيدا في محاولة تحقيق الكمال من المستحيل أن تكون مثاليا والفوضى في الحياة أحيانا أمر لا مفر منه لذلك لا تضيع وقتك وطاقتك في محاربة ما لا مفر منه ومن المهم أيضا أن لا تركز فقط على الأشياء التي تجعلك سعيدا يمكن أن يكون ممتعا أكثر أن تقوم بالأشياء التي تمنحك شعورا جيدا ودافئا ولكنها يمكن أن لا تنمي التطور الشخصي لذا ركز بدلا من ذلك على ما هو أفضل لك مثل الوالدان المحبان عندما يقومان بما هو أفضل لأطفالهما قد لا يرغب الطفل في تناول الخضروات أو في الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر لكن الأباء يتأكدون من فعل الأبناء ذلك لأنه صحي ومفيد لهم لذلك في حياتك كبالغ قم بنفس الدور من أجل نفسك حدد هدفا واتجاها لحياتك ثم اتخذ قرارات مناسبة تساعدك على تحقيق هذا الهدف الفصل الثالث اختر أصدقائك بحكمة هل سبق أن لاحظت أن الأشياء التي يقولها أصدقائك تدخل في مفرداتك الخاصة حتى قبل أن تلاحظ ذلك هذا ليس مستغربا لأنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه مع الناس كلما زاد تأثيرهم عليك وبينما قد يكون التقاط أنمط كلام أصدقائك غير ضار فقد يكون الوقت قد حان للقلاق إذا لاحظت أن عادات أصدقائك وسماتهم السامة قد أثرت أيضا عليك لأننا غالبا ما نختر أصدقائنا من خلال معايير سطحية مثل المصالح المشتركة أو أشياء نتشارك فيها نحن لا نتوقف لنفكر بالضبط في نوع الشخص الذي يكونه صديقنا ولا نفكر دائما في الآثار التي يمكن أن تحدثها العادات السامة على تنميتنا الشخصية إن الأشخاص السلبيين وقرارات الحياة السيئة لديهم قدرة مخيفة على تخريب الأشخاص الناجحين يمكن أن يحدث هذا التأثير بسهولة في المجال المهني كما في حياتك الاجتماعية فمثلا يعتقد العديد من المديرين والمهنيين أن إدخال موظفين متوسطي الآداء في مشروع جماعي مع آخرين عالي آداء سيؤدي إلى بناء هذا التأثير الإجابي ويشجع المتوسطين على محاكاة أفضل الممارسات لنظرائهم المتفوقين ومع ذلك فقد أظهرت الدراسة أن التأثير المعاكس في الواقع هو الأكثر احتمالا وأن الزملاء الناجحين سينخفض آداءهم بسبب التأثير السلبي للزملاء المتوسطين عليهم لهذا السبب من الأهمية بمكان أن نحيط أنفسنا بأشخاص إيجابيين لهم عادات حيوية وجيدة في حياتهم لهذا تذكر أن ممارسة التمييز في هذه الحالة ليس غطرسة وليس إصدارا للأحكام بدلا من اقتناء أصدقاء محتملين بسبب عوامل تافهة مثل أسلوب اللباس أو الاختلافات الاجتماعية أو الاقتصادية ابحث بنشاط عن أشخاص يساعدونك في إحداث تغيير إيجابي لأن الجمال في مثل هذه الشراكة أنها تعود بالفائدة على الطرفين لن يسمح لك الأصدقاء الجيدون بالاستغراق في الشعور بالشفقة على الذات أو الإنخراط في حديث ذاتي سلبي وسيخبرونك عندما يلاحظون أنك تنمي سلوكيات سامة وفي المقابل ستفعل أنت نفس الشيء معهم لأنكم جميعا تسعون إلى إثبات أنفسكم في العالم من حولكم سوف تساعدكم هذه الصداقة على أن تكونوا جميعكم أحسن ما يمكن أن تكونوا إذن اختر أصدقائك بحكمة الفصل الرابع تغلب على نفسك كم مرة تجد نفسك تقارن نجاحك بنجاح أشخاص آخرين سواء كان ذلك بقصد تعزيز نفسك وخطواتك بعبارات مثل على الأقل فعلت أفضل مما فعل فلان أو لتطبيط نفسك بتعليقات مثل لن أفوز بهذه الجائزة أبدا كما فعل فلان هذا النمط من التفكير يتجاوز النمط التفكير السام لأن المقارنة قاتلة للتطور والتقدم الشخصي لكن من المهم أن نوضح هنا أن المقارنة والنقد الذاتي ليس نفس الشيء نقد الذاتي هو شيء صحي إلى حد ما لأنه يدعوك إلى تقييم عيوبك بشكل واقعي وتحديد المجالات التي يمكنك التطور فيها وتحسينها وهذا ما يدفعنا للعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا ونجاحا لكن النقد الذاتي يأخذ منعطفا قبيحا عندما تدمره عدسة المقارنة لأنه بدلا من أن نسأل أنفسنا عما يمكننا فعله لنكون أفضل شخص يمكننا أن نكونه تجعلنا المقارنة نقيم أنفسنا بمعايير الآخرين هذه النظرة تلغي النموذج التدريجي الذي يشكل رحلتنا على طول الطريق باستبدال تقدمنا وتطورنا بفلتر أبيض وأسود أي إما نجاح أو فشل وإذا رأينا أننا لا نرتقي إلى مستوى الآخرين فإننا عندها نقرر أننا قد فشلنا لكن إذا أخذنا خطوة إلى الوراء ونظرنا إلى الصورة الكبيرة فسنكون قادرين على رؤية كل جزء من أنفسنا بوضوح والإقرار بالمعلم الشخصي الصغير الذي يحدد نمونا كأفراد ربما يكون زميلك في العمل حصل على ترقية بدلا منك ربما كان هذا أفضل لك فبدلا من إعطاء الأولوية لحياتك المهنية تطور علاقتك مع عائلتك لأن هذا هو ما يناسبك توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين وبدلا من ذلك احكم على نفسك حسب إنجازاتك السابقة هل أنت اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ هل تريد أن تكون أفضل غدا مما أنت عليه اليوم؟ إذا كانت الإجابة بنعم وينبغي أن تكون كذلك هذا هو السر إذن لإبقاء نفسك على المسار الصحيح لأنك عندما تقارن حاضرك بماضيك فسوف تدرك أنك تنمو بالطرق المناسبة لك وبالسرعة التي تناسبك سوف تكون قادرا على الإقرار بتلك اللحظات الصغيرة من التقدم والتي تعتبر حاسمة في تطوير نفسك للوصول إلى أفضل ما لديك وستكون قادرا على تقدير الجوانب الفردية في نفسك وفي حياتك التي تجعل تقدمك خاصا بك قم بتقييم تقدمك الشخصي فقط من خلال المعايير التي تنطبق عليك وعندما تقوم بتقييم تطورك وتقدمك فكر كمفتش بناء كما يفعل مفتش البناء قم بتحليل كل شيء من الأسفل إلى الأعلى حدد ما إذا كانت المشكلة عبارة عن إصلاح تجملي بسيطة أم هي عيب هيكلي قم بعمل قائمة بكل ما تجده بحاجة إلى إصلاح أو تحسين ثم هاجم قم بالعمل أعد ترميم وإصلاح نفسك بنفس الطريقة التي يرمم بها المنزل أفضل جزء هو أنه عندما تكون شديد التركيز على أن تصبح الشخص الذي يجب أو تريد أن تكونه لن يكون لديك الوقت للتفكير في مقارنة نفسك بالآخرين الفصل الخامس تربية طفل لطيف ومسؤول الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال هي واحدة من أكبر المآزق في الحياة وهذا يعذب الكثير من الوالدين وهم يكافحون من أجل فعل ذلك بالطريقة الصحيحة لأن أطفالنا يأتون إلى العالم كصفحات فارغة غالبا ما يصبنا العجز أمام السؤال ماذا يجب أن نكتب على هؤلاء الأشخاص الذين سيؤثرون على المستقبل أو على الأجيال القادمة إن نقطة البداية للإجابة على هذا السؤال هي الاعتراف بالعدوان البشري الفطري كلنا نعرف كيف يمكن للأطفال أن يكونوا أشرارا مع بعضهم البعض فتقريبا كل شخص لديه قصة عن التنمر من شخص واحد على الأقل في طفولته فماذا لو كان اهتمامنا الأساسي هو تربية وتنشئة أطفال طيبين؟ إن تنمية اللطف تتطلب أكثر من أن تكون صديقا لطفلك في الواقع تتطلب الأبوة والأمومة الناجحة المخاطرة فقد تكون هناك أوقات لا يحبك فيها طفلك وهذا قد يكون مؤلما قليلا لكنه صحيح خذ لحظة من التفكير في كيفية تأثير هذا النمط في التربية نمط أن يحبك طفلك كل الوقت فإذا كنت تركز على أن تكون أفضل صديق لطفلك باستمرار وأن يحبك طفلك كل الوقت فأنت لا تركز على تطبيق القواعد فإذا كانت مهمتك تقتصر على التأكد من أنهم سعاداء ويستمتعون فقط فهذا لن يساعد طفلك على أن يصبح محبوبا ومعتدلا عندما يصير بالغا قد لا يكون من الممتع وضع حدود وتطبيقها ولكن قد يساعدك أن تتذكر أنك تقدم لطفلك خدمة كبيرة من خلال تعليمه دروسا في الحياة في وقت مبكر أليس من الأفضل لهم أن يتعلموا المسؤولية من والدين محبين من أن يتعلموها من مجتمع بطريقة أقل لطفا بكثير؟ فيما يلي أهم النصائح من أجل تربية ناجحة الخطوة الأولى هي تجنب تقييدهم بالكثير من القواعد في حين أن القواعد ضرورية للغاية لكن إذا وضعت الكثير منها فسيصاب طفلك بالإحباط ويشعر وكأنه محاط بالعقبات لذا بدلا من التحكم في حياتهم وصولا إلى التفاصيل الدقيقة بقواعد مثل يجب أن تتطابق الجوارب دائما أو يجب أن تكون دائما في سرير بحلول هذا الوقت ركز على قواعد العالم الحقيقي مثل إظهار الإحترام، اللطف وعدم استخدام العنف إلا في حالة الدفاع عن النفس وتذكر أن القواعد ستساعد في تشكيل القيم الأساسية لطفلك وبصراحة هل تفضل أن يكون لديك طفل محبوب ومحترم أو أن يكون لديك وحش صغير تكون جواربه متطابقة دائما؟ القاعدة التالية هي استخدام أقل قدر ممكن من القوة تأكد من وضع قواعد واضحة بالتساوي مع عواقب واضحة واحرص على جعل العقوبة مناسبة للفعل إن معرفة العقوبة التي ستكون أكثر فعالية لمساعدة الطفل على تعلم تحمل عواقب أفعاله يتطلب ذلك أيضا معرفة متعمقة لطفلك لذلك التعرف على الشخص الفريد الذي هو عليه طفلك وفهم متى يكون التصحيح اللفظي فقط هو الضروري ومتى يجب مثلا أن تخرمه من ألعاب الفيديو لمدة أسبوع النصيحة الثالثة هي توحد الوالدين في جبهة واحدة عليك أن تجعل طفلك يعلم أنه لا يستطيع أن يجعلكما تنقلبان على بعضكما ليفعله ما يريد وعليك كذلك أن تدعم شريكك حتى عند ارتكاب الأخطاء الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها بمحبة هو المفتاح لبيت سعيد الفصل السادس الحياة ليست عادلة لماذا تحدث أشياء سيئة لأناس طيبين؟ هذا واحد من الألغاز المؤلمة القديمة في الحياة وحتى يومنا هذا لم نتمكن من حل هذا اللغز هذا لأنه من الأسهل علينا إلقاء اللوم على الظلم على المستوى العالمي أو الشخصي أو الاستسلام لليأس وهذه ليست الاستجابة الصحيحة على معاناة العالم على الرغم من أنها قد تكون استجابات مغرية أو سهلة التخلص من هذه الاستجابات المتطرفة أمر بالغ الأهمية لعيش نمط حياة صحي لكن المؤلف الروسي المشهور ليوت تولستوي لم يرى الأمر بهذه الطريقة فقد أشار في الحقيقة إلى أن ظلم العالم كان ساحقا للعقل البشري لدرجة أن أربعة ردود فقط يمكن أن تكون صحيحة وحسب تعريف تولستوي فإن هذه الاستجابات تتكون من تجاهل طفولي الاستغراق في المتعة واللذة، الانتحار والصراع ولكن، هل هذا كل ما هو موجود بالفعل؟ بالتأكيد، قد اعتنق البعض هذه النظرة الرافضة للعالم ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مثلاً حدثت أكثر من ألف عملية إطلاق نار في الثلاث سنوات السابقة وفي كل واحدة من هذه الحالات قتل على الأقل أربعة أشخاص قبل أن ينهي المعتدي حياته بنفسه هذه أخبار كئبة حقاً، ولكن لا ينبغي لهذا أن يجعلنا نفقد الأمل أو نستنتج أن البشرية سيئة بطبيعتها يجتمل هذا الدرس على قاعدة بيترسون السادسة للحياة والتي تدعو الناس لتحمل المسؤولية عن حياتهم وأفعالهم قبل أن يقوموا بإدانة العالم بالاعتماد على فلسفة الكاتب الروسي أليكساندر سولجينستين يؤكد بيترسون أنه من الممكن التغلب على قسوة الحياة حتى عندما تكون الظروف قاسية للغاية وهذا ما تعلمه أليكساندر فبعد قتال متفاني ضد النازيين من أجل بلاده خلال الحرب العالمية الثانية تم سجنه من قبل بلاده بعد انتهاء الحرب وربما تعتقد أن الحياة في معسكرات العمل الروسية ستكون سيئة بقدر ما يمكن أن تسوأ الأمور لكن الأمر بالنسبة له كان يزداد سوءاً أثناء قضاء عقوبته عارف أيضاً أنه مصاب بالسرطان ومع ذلك فقد قاوم إغراء الشعور بالغضب والمرارة وفضل بدلاً من ذلك التركيز على الخير في الإنسانية قضى وقته في السجن باحثاً عن فرص للمساهم بشيء ذي معنى عندما يحين وقت مغادرته تضمنت تلك المهمة تأليفه كتاب أرخبي المعسكرات العمل فضح لاذع لمعسكرات الاعتقال السوفيتية لم يمنح هذا الكتاب هدفاً إضافياً في الحياة فحسباً بل لعب أيضاً دوراً حيوياً في هدم الدعم العام للشيوعية السطالينية الفصل السابع ابحث عن التضحية بدلاً عن الإشباع الفوري هل سمعت من قبل عن قصة القرد الذي علقت يده في وعاء البسكويت؟ على الرغم من أن يده يمكن أن تتناسب مع الوعاء لكن يده كانت أكبر حين يحمل قطعة بسكويت ليخرجها من الوعاء ولهذا اضطر القرد للاختيار بين الاستسلام وتحرير نفسه من الورطة أو التمسك بحبة البسكويت تنتهي القصة بأسر القرد من قبل الصيادين مع الإشارة إلى العبرة بأن الجشع هو فخ يقعنا من المحتمل أنك قد شاهدت ما يشبه هذا السلوك عند البشر إغراء السعي وراء ما نريد حتى عندما يؤدي ذلك إلى عواقب السلبية إنها تقريباً تجربة عالمية لكن الاستسلام للرغبة لا يجعلنا أشخاصاً أفضل يرتبط الدرس الحياة هذا بالفصل السابق لأن الخيارات غير الصحية أو المدمرة غالباً ما تكون آثاراً جانبية لليأس إذا كنا ننظر للعالم على أنه مكان كئب وبائس فنحن سنسعى بطبيعة الحال للتخفيف من اكتئابنا من خلال السعي وراء أي متعة تجعل العالم مكاناً أكثر تحملاً يؤدي هذا غالباً إلى التبرير أن شيئاً ما لا يمكن أن يكون خطأاً إذا كان يجعلنا سعداء وهذا النوع من التبرير يمكن أن يكون بوابة لاتخاذ قرارات سيئة للغاية كيف إذا يمكننا محاربة هذا؟ يقول بيترسون أن أفضل وسيلة لنا هي السعي وراء التضحية مقابل الإشباع الفوري لأن التضحية تصنع أشياء أفضل في المستقبل من خلال التخلي عن المتعة الفورية في الحاضر ونحن نوعاً ما نفعل ذلك كل يوم نضح بالأشياء التي نفضل القيام بها للذهاب إلى العمل وكسب العيش لكن هذا النوع من التضحية لا يزال يصب في مصلحة تحقيق مكاسب شخصية لأننا نفعل ذلك من أجل العيش أو من أجل الإدخار من أجل عطلة مثلاً ويقول بيترسون بأن التضحية الحقيقية هي أن نفعل ما يتطلبه الأمر لكي نصبح أكثر لطفاً وأكثر سعادة وأكثر استقامة التضحية الحقيقية تعرف بالأشياء التي نقوم بها من أجل الآخرين لذلك بدلاً من السعي وراء الملذات الأنانية الفورية فكر في التخلي عن القليل من وقتك من أجل أعمال تطوعية وإحداث فرق في حياة شخص آخر عندما تركز على الخير يمكنك أن تمنحه للعالم تأخذ استراحة من نظرتك السلبية للعالم وتسمح لنفسك بأن تكون مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية قد تجد أنه من المفيد التفكير في زهرة اللوتس كمصدر إلهام لك هذه النبتة تبدأ حياتها في قاع بحيرة موحلة وتصعد ببطء إلى الأعلى مع زيادات نمو صغيرة أثناء ذلك حتى تنفجر عبر الماء لتتفتح في الشمس يمكنك تجربة نفس النوع من النمو من خلال إعطاء الأولوية للتضحية لصالح الأخرين على الإشباع الفور الأناني هذا لا يعيد صنع نظراتك للعالم فقط بل يجعلك شخصاً أفضل الفصل الثامن توقف عن الكذب على النفس نحن غالباً نميل إلى الكذب على أنفسنا بطريقة أو بأخرى سواء كان ذلك من خلال إخبار أنفسنا بأننا سنحقق هدفاً معيناً دون بذل أي جهد لتحقيق ذلك أو بتضليل أنفسنا بشأن عيوبنا كلنا كذبون تقريباً بهذه الطريقة عالم النفس النمساوي ألفريد آدلر يسمي هذه العادة كذبة الحياة وعرفها على أنها الأشياء التي نقولها ونفعلها للحصول على ما نعتقد أننا نريده هذه الجملة ما نعتقد أننا نريده مهمة جداً لأنها تبين حقيقة أننا نخدع أنفسنا في اجتهاء أشياء ليست في الحقيقة لصالحنا في النهاية وشيء نفسه ينطبق على قدرتنا على إقناع أنفسنا أننا نعرف بالفعل كل ما نحتاج إلى معرفته وهذه كذبة ماكرة وخطيرة بشكل خاص لأننا إذا افترضنا أن لدينا بالفعل الأدوات المناسبة لتحسين الذاتي وتطويرها فإننا نفقد كل الرغبة في التعلم والنمو لذا فإن قاعدة بيترسون الثامنة للحياة هي توقف عن الكذب وقل لنفسك الحقيقة واسق الوعيك الذاتي وتعلم كيف تتعرف عندما تخبر نفسك بإحدى كذبات الحياة وعمل على إصلاح ذلك أعد تنظيم أهدافك وصدقك مع نفسك يمكن أن يساعدك على إعادة حياتك إلى مسارها الصحيح وكن صادقا بشأن تقدمك ونموك إذا كنت قد قضيت أي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي فأنت تعلم أنه يمكنها أن تكون غالبا بؤرة للصراع والانتقاد وتبادل الاتهامات غالبا ما يتعامل الناس بسرعة مع الإساءة في الأنترنت ويردون من خلال قول أو فعل أشياء بغيظة لأناس غرباء عشوائيين على الأنترنت للأسف أصبح هذا السلوك يميز أغلب المحادثات وهو انحراف تام لما يعنيه النقاش الصحي كما يقول بيترسون لاستعادة قدرتك على الإنخراط في محادثة حقيقية افهم ما فهمه الفلاسفة اليونانيون القدماء الذين فهموا أن تحدي أو رفض فكرة شخص ما لا يمثل مهاجمة ذلك الشخص اتباع هذه الطريقة يدخل في درس الحياة التاسع لبيترسون وهو الاستماع إلى ما يقوله الآخرون وافتراض أنه يمكنك أن تتعلم منهم شيئا ما فبدلا من التعامل مع محادثتك على أنها منافسة أو البحث عن فرص لإثبات أنك على حق وأن الشخص الآخر على خطأ أو البحث عن أسباب للهجوم ركز ببساطة على الاستماع قد لا تتفق مع شخص آخر حتى في هذه الحالات يجب أن تستمر في التعامل مع جميع المحادثات باتباع طريقة الاستماع البسيطة ثم قم بتلخيص ما سمعته بصوت عالي إعادة سياغة مفاهمته بكلماتك الخاصة طريقة رائعة للتواصل مع الشخص الآخر والتأكيد له أنك كنت منصتا له وأنك سمعته بشكل صحيح وهذا يؤكد كذلك على اهتمامك حقا بفهمه واستعاب ما يقولونه الفصل العاشر واجه التعقيد بالوضوح ليس سرا أن الحياة يمكن أن تكون أحيانا مربكة وعلاقتنا مع الناس يمكن أن تكون أكثر تعقيدا يمكننا التخفيف من جزء من هذا الارتباك من خلال الاعتراف أنه في بعض الأحيان يكون سبب فشلنا في فهم الأشياء هو أننا نولي اهتماما فقط للتفاصيل التي تهمنا أو التي لها معنى بالنسبة إلينا وعلى الرغم من أن هذا ميل بشري طبيعي فنحن في النهاية لسنا قادرين جسديا على التفكير في كل شيء طوال الوقت لكن عدم قدرتنا على رؤية الصورة الكبيرة غالبا ما يجعل العالم مكانا فوضويا لهذا وضوح اللغة الدقيقة شيء لا يقدر بثمن نحتاج القاعدة العاشرة لأنها تساعدنا على تقسيم المفاهيم المعقدة إلى أجزاء بسيطة صغيرة الحجم من المعلومات التي يمكننا فهمها من خلال تبسيط الموقف بمصطلحات دقيقة يمكننا إرساء النظام في حياتنا سواء كانت المشكلة تكمن في تعطل سيارتنا مثلا أو في مرض أجسامنا من خلال تحديد ومعرفة الأعراض يمكن البدء في استعادة السيطرة وينطبق شيء نفسه على الصراع في العلاقات إذا جرحت مشاعرك أو كنت تسعى إلى معالجة مسألة مع شركائك يمكن أن تساعدك اللغة الدقيقة في توضيح المشكلة وتحديدها بأسلوب بسيط وصريح تجنب قمع الطبيعة البشرية العديد من الرجال مثل النساء عدوانيون ومهيمنون بطبيعتهم ولا يجب أن تكون هذه السمة أمرا سيئا عندما يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح فبالتشجيع والإرشاد حول كيفية تجنب أن تصبح جزءا من المشكلة يمكن للرجال تحويل هذه السمات الشخصية إلى إنجاز أشياء مذهلة تساهم في تحقيق الصالح العام للمجتمع ولتوضيح هذه النقطة ضرب بيترسون مثالا بالمتزلجين فقد لاحظت ذات مرة على أرض الجامعة تورونتو أن بعض المتزلجين الشباب أظهروا رشاقة وتوازن مذهلين ولكن لأن الأعرفة الاجتماعية تصنف التزلج على الألواح على أنه أمر غير مرغوب فيه أو أنه أمر منحرف قرر مسؤول المدينة حظر التزلج على الألواح في حرم الجامعة فشلت هذه السياسة في تقدير براعة هؤلاء الشباب واستعدادهم لتحمل المخاطر في سبيل اللعبة التي يحبونها وبدلا من ذلك قامت بتجريم سلوكهم وحرمت التزلج على أرض الجامعة يقول بيترسون أن هذا كان خطأا وقال أن الأمر ينطبق في أي حالة نقوم فيها بتشويه صمعات مجموعة معينة من الناس بدلا من وصم مجموعة من الناس كليا بصفة معينة كأن يقال جميع الرجال حقيرون يجب أن نكون على استعداد لتبني وجهات نظر ومواهب جديدة تختلف عن تلك التي نملكها في نهاية المضاف، هذه هي وجهة النظر التي يجب أن تقود مجتمعاتنا لأنها تدعون إلى وضع قواعد تحمينا دون قمع الصفات الجيدة التي يمكن أن يتحل بها أشخاص آخرون إذن سواء ما إذا كان التزلج أو كون الشخص مثابرا أو عدوانيا فلا يجب تجريم سلوك ما إلا إذا كان في الواقع يؤذي شخصا آخر لأنه عندها فقط يمثل ذلك حقا جزءا من المشكلة الفصل الثاني عشر احتفل بالأشياء الصغيرة لقد تطرقنا بالفعل إلى حقيقة أن الحياة غالبا ما تكون مليئة بالحزن ومن المهم أيضا أن نتذكر أن الحياة مليئة بالبهجة أيضا غالبا عندما يغمرنا الحزن ويربكنا يصبح من الصعب رؤية البهجة عايش بيترسون ذلك عن كثب لأن ابنته عانت من التهاب المفاصل الحاد منذ أن كانت في السادسة من عمرها ملأ هذا المرض التنكسي طفولتها بألم شديد وحقن متكررة وجراحات متعددة لاستبدال مفاصلها بالكامل لكن بيترسون يؤكد أن ظلام هذه اللحظات يجب أن يقوي دافعنا للبحث عن الخير والبهجة في الحياة ولهذا فإن القاعدة الثانية عشر للحياة هي حقق أقصى استفادة حتى من أصغر بهجة في الحياة في تجربته الخاصة اكتشف بيترسون أن الإيجابية هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على نفسك حتى في أحلك الأوقات فعلى الرغم من تأثره الشديد بمعاناة ابنته فهو ممتن لأنه بعد سنوات من الألم وجدت ابنته أخيرا معالجا طبيعيا إذن استطاع مساعدتها على تحقيق قدر أكبر من الحركة وتطوير حياة أكثر طبيعية وألما أقل بكثير وعلى الرغم من أنه يعرف أنها لم تتخطى الأمر تماما بعد وأنه قد تنشأ المزيد من المضاعفات أو التعقيدات في المستقبل إلا أنه ممتن للرحمات الصغيرة في حياتها ويسعى إلى إبقاء نفسه وإبقائها هي إيجابيين وفي النهاية ينصح بيترسون القرى بتجنب الوقوع في باراثن الحزن دائما وأن يلاحظوا حتى أصغر الأشياء التي يمكن أن تجعلهم سعداء مثل فرحات طفل أعطيته قطعات حلوة استمعتم إلى ملخص كتاب 12 قاعدة للحياة للكاتب جوردن بي بيترسون قرأه عليكم سعيد ولد محمد